لاني فروز دو كاركتير عصابي الطبع لي غادي يميز هاليكم هو واحد شخص كيباليكم مستقر هادي مهدن تعي يسمع كيدير الوجيباز كيدير كذا كيدير كذا واحد ضرفية مؤينة غيجو عندكم شي ديار غيجو عندكم شي ديار والمرأة خبرت رجلها او رجل خبر مرتو قل يا رجي نعنا ديار رجي الوليدة رجي اختي رجي اخوية مع مرتوح رجي اختي مع رجلها مع ولادها ولكن ما داشت تذكير بهذا كشكل اللي فيه المعلومة استوعبها الاخر صافيت قالت مثلا نهار اثنين مشات والضياف غيجون هرجمها والخميس بالليل يقول لمرتو وش تكبقي موجدتي والود ضياف جاين اينا ضياف رجلت لك جاي اخوية ومرتو ولا جاي العائلة ولا جاي كذا وعواد ما كتشوف الانسان غيستقبل هادي المعلومة علاش انت هكادي مغاماض خليتي احتلي لبليتها وعد قلتي لي يا وانا ما عنديش باش نوجد للا رجلها نهار اثنين كيفاش قلتها نهار اثنين وكيه نجاح ذابق وكتولي دراما كتولي دراما اينا ايواد ما ندخلوا الفرح دياف جايين غنستقبلوهم غن ناكلوه غنغلسو غنغلسو غنغل كتولي دراما كتولي كتشوف يعني قدامك واحد الحاجة كتفرس بتقولي انسان بغي يدير بناخص من ذيك الهر هدا بغي يدير بناخص من هذك اللعشاء بغي يدير بناخص من ذيك الضياف اللي هم اعائلته والاصحابهولا غير باش صافيلي يحبسوه تحبس عندو هاد استيداء ولي يحبس عنده الراجل وماتي يحبش غاديولي تصعيد غاديولي تصعيد غا تشوف غدا المرأة والراجل وجهه زرق وجهه صفر مقلق مخنزر بغي تردق انتك تشوف ويلي قاعلان شي درتو كله باش ولا ولا هاد الحلال يا وانا راقلت لنهار اثنين باعد ماناي وانتها لسيت نهار درتين يا ورجعوه الفيل من الكحل الاسود عقلت نهار عام افق ما قابل الفيل من اللي جاو الكعباء وكانوا غريبوا الكعباء عقلتي عقلتي ما خرجتيش مع قريش تحارب اهل الفيل عقلتي كو مرسلش الله طيور ابابيل كيك تغادين ديانا بوحدي مع الكعباء ونها جميلة داك الفئولينكت نهار الكعباني هجميلة الفيل اوراد شركان قابل الجاهلية يعني كيش بدك الواحد شي حول هادي كيال الميزات اللي كتبيلك بأننا نصم اما لكاركتر نيفروتيك شدي بهذه اللولة الشخص ما واعيش ما واعيش بهذه الحالة هادي اللي وصل لها يعني الأعراض المرضية تغلغلات في الانا مابقاش عندو لكاپاسيته دي سنتيز باكاپاسيته دي كمبرومي لكاپاسيته دي كنترول مابقاش لو مول قاش كيش دي هادو مابقاش اذا ها هي غا تبيه اللي يقوم هنا هنا هادو البصرة في هاجل الانواع كينا بنية نيفروتيكاراكتر اللي يقدر الشخص مع المدة ومع التتبع احتساسيين ومع نصائحهم وبشويرة يتغير وتعالج البلس ولا قدر له هلا كانت نيفروتيكاراكتر كتلعب وظيفة مانع محصنة المرء امام بنية نفسية مرضية اخطر مش هتجروا وحده بيكا عليها وفيها وبقاي قيكسي قيسي 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 قيس فيها هادو هم اللي كيف قد عقله والي يحمق واحد الناس لك اتلقى واحد كي تسطى كي ديرش تصرف همجي كي ديرش حاجة ما خطيرة كي بده بنا نمسي يقول مبقاش عندي اتقى فيه مبقاش المرات اتقى في رجلها مبقاش رجل تقى في مراتول اللي كي يصدرش تصرف خيالي خيالي ده ولي مؤسف ومحزين قبل وقع اللي قالت يا اصدقائنا فرنسا فد الجريمة البشعة اللي قصدها لأستاذ الفرنسي هو شنو المسألة المسألة وش هدا ارهابي هذا في الاصل مجنون هذا في الاصل مجنون هدا شخصي ده هدا فعل ره مجنون مجنون وصب فعل جنون ديالو في مفهوم يسمى الارها ره ما شي واعي وحد الوعي بانه غيمشيقهم يدير وحد الفعل باشي يزعزع وحد سياسة معينة او يرسل رسالة هدو ره مجانين هدو هدو ره اشخاص مجانين اشخاص كيعانيهم بنيات ما فيهاش وعي بالاخر استيعاب الاخر ما كينش وتيبقا محتوطين في مجتمعات وره مغيو اللي وعن نبحانهم الاسافي لابن تبهناش كي يضنوا بعض الناس بالخصوص المسؤولين بان توضع شخص وسط بنيات اجتماعية وغير يدخل للبنيات الانسانية هذا خطأ هذا خطأ الفرق ما بين هذا وما بين واحد اللي يمشى السبيطار ان هذاك اللي يمشى المستشفة يقول انا مريض راه باقي فيه واحد الوعي في انه تقرأ افعاله من الخارج على انها افعال غير سليمة امام ليك يتفقد وعي القراءة الخارجية اللي كتسمع لنا البصيرة اللي كيفقد الانسان القدرة البصيرة كتفى وما تيبقاش يقرأ واش الفعل السليم ولا غير سليم شنو غيصدر منه ما يسمى بقى ناكتين اوت ركين بساجة لاكت وكين اكتين اوت بساجة لاكت واحد العصابة او واحد مجريم كيرتب اموره على اساس كذا وكتشوفها بعيدة بالشهور ولا بعام كيرتب فيها هذاك بساجة لاكت اما ناكتين اوت كيجي واحد ديك الانشاء واحد المسبب كيجي كيسترفيه بساجة لاكت هو تعمد القيم بالفعل لاكتين اوت هو كيصدر فعل كيخرج منه فعل ما معنى انه اهتمينا بعائلته هو هذا المجنون ما كنقولش علوه فاقد السواب فاقد العقل لا 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 مجنون مصاب بالجنون سعور لو كنا اهتمينا بمو بباه بالمحيط العائلي ودخلنا العائلة اشي من حياة التجسوس ولا من حياة السلطة البوليسية ولا من حياة المجتمع لانه وتقاس معلم وتقاس الإنسانية كل البلاد عندها ضمير إنساني حيتي تجرح ومن قبله احنا المسلمين انه يتنسب لنا شخص بحال هذاك يقول الحقا دافع او دار او دار لو كنا ادخلنا العائلة بوسائل الإعلام بوسائل ثقافية بوسائل 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 أنا ما كنفكرش فرنسا فرنسا عندنا المفكرين وحسان مني وقوى مني أنا ذوي على بلادي اللي كاهمني ورا هذه الحالات رغي يقول ليه وحالات رغي مسدود عليها في ديورها ما بينها وبين الإكران والتليفون والانترنت وكاتم مع عائلهم ما عندهمش ريحاء العائلة اللي ما فقدوش بعضهم بعض اللي ما يتكلموش له ما كيسمعش من هذا هي ما ياخدش هذا من هذا اللي ما كانش استيعاب ما هو الاستيعاب مكنت تقلم مع الاستيعاب الاستيعاب هو استحضار الآخر وهو غائب استحضار شيء وهو غائب بماذا؟ بالدهل دروا الاستيعاب وخص يكون تبنى باش كي تطبع باش منلي كي تجي تقراه كأنه حاضر إذن هاد النوع من من الإجرام الجنو اللي غايجي الإنسان ويدير واحد الفعل على أساس راه كي يحمي قضية ولا كي دافع على حرمات ولا ولا كي هو أحسن دفاع على حرمات كل قضية وعندها خصومة وعندها أعداء ما كانش قضية إنسانية ما عنداش خصوم وعنداش أعداء بالخصوص القضية الإنسانية النبيلة عندهم خصوم وعندهم أعداء وغحيت عندك خصوم وعندك أعداء الوسيلة الوحيدة هي أنك تبدل آخر وتقتل آخر هذا هو الحل أم أنه الوسيلة هي أنك تأخذ النبي صلى الله عليه وسلم مثال الصبر على الأدق النبي صلى الله عليه وسلم ما تعيرش هو هو حي هو كين كيعيروه نعتوه بالحمق نعتوه بالساحير نعتوه بمفرق العائلات نعتوه بشتة الرحم نعتوه بأسوأ ما يقال وهو عنده الدعوة المستجابة يكفيه نغري يهزي الدو والعجيب العجاب والعجيب العجاب ولا مرس تعملها بالعكس داخلها اليوم الشفاعة العظمى إذن لو كنا دخلنا الكل اللي كنقول لكنا يعني كندوق على بلادي واشحنا داخل اليوم البيوت ما شي من جهة تجسوس ولا من جهة السلطة البوليسية الأمنية اللي يخليكم ما شي دارنا المؤسسة دير أخذنتها واش عندنا شي شي استراتيجية تقافية فكرية كتوصل العقول وكتوصل القلوب شنو عندنا عندنا سحليفة ما احترامي لطفلة كمنتوج أنا كنتكلم عن المنتوج عندنا سحليفة عندنا المسلسلات اللي كتشوفوا اللي زوين الصورة وزوين الماكياج وزوين الممتيل ما كيش محتوى عندنا شراسة المادة الإعلامية الغرض الاستهلاك اللي هو الإشهار وعندنا الفراغ اللي هرم رم إذن ما ننضوش نتفاجئو وما نتفاجئوش إلا هادنا ما ليش كتروف المستقبات هاي ما نتفاجئوش حيث هادنا ما ليش رم صنعهمش عصابة رم استغلوش ضعفهم مؤسسات وجمعيات وتجمعات إرهابية لا 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 هادو رتيصنعهم المجتمعات اللي غادة بوحد سرعة بوحد الواتيرة وتطلي وكتلوح وكتشيط المنبودين كتلوحهم مجتمع نتفاجئوش سيناس الله يقول لنا سيرو مشية الضعيفة فيكم أي مجتمع ديرو فيه واتيرة تكون سريع على فوق منتوسط الوسط ورحيم التحت تكونش فيها الإقصاء احنا عندنا هادر مدراسي لسقط الدرم شايفها عندنا البنت لا تطلقات مشات فيها عندنا كذا عندنا بحو الإقصاء فما بالوك فدع عشتين سنة كيفاش كسير هذا الإقصاء كيفاش كسير كيفاش كسير باش غادي نشدو هادوك اللي مقصيين باش كان ديرو براميج كان ديرو توعية كان ديرو براميج غير جينة واحد الجيل في المستقبل ما تسمع للتوعية للبراميج تهموا غريزته وحاجته ولي طحنك باش غتلقاه إلى أكثر بالمؤسسات ديال الشرطة ولا ديال الضارة كل باش بسلاح باش غتلقاه هنديرو هنديرو التقافة ديالأمريكا اللي تحرك يتقتل هاي ولي كل شي هالسلاح أولا نعرفه بأنه عندنا حق ضروري وواجب أننا ندخلوا البيوت وباش ندخلوا البيوت خسنا منتوج تقافي في كده هده كولي كتدخل به البيوت ما كتدخلش البيوت بالسلطة ولا هدك شي حرمة ولكن تدخل البيوت بالمنتوج بيقولش واحد علش هده كل ناس ما عندنوش منتوج عندنوش تقافة ما عندنهم مش تقافة محبوكة تناسب الخاصية خاصة فيما يعاني به من عرض ومن مرض وهو منتسب لتقافة وعيانة ما كيش منتوج وما عندنه منتوج ما يسمى الواحد البروفيل وعيان للي كيعمل هو بلادي واشحنا لتكبو الخطأ أنه نبقى نظنه أن المنتوج للفكر التقافي اللي عندنا موجود ره يناسب جميع الخاصيات والهويات في عرضها وفي مرضها وفي خاصيتها واش كي منتوج واشوفوا المنتوج اللي كيين المنتوج اللي كيين هو تصاحب وتستهلك وتضبر الفلوس وتحرك برا هو توصل هذا هو المنتوج للي عندنا النموذج اللي عندنا هو هذا شحال من قرية عندنا في المغرب مهجورة اليوم دارشي برنامج الإهالة عادة تأهيل هذوق القرى دارشي برنامج كان واحد الجزر صغيرة في شواطئ البروتان في شمال الغربي الفرنسي جزر صغيرة كانشوف برنامج مديور لتأهيلها لاش للرعي واستفدوا منها البنات بنت طالبة ما 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 نجحاتش في تخصصها في دراستها في ذلك التخصص وطصت واحد المكتب وقالوا لي ها عننا واحد برنامج كان نديره تأهيل هذوق الجزر واش تبغي تمشي تستقري في وحدها ونعطيك قاطع دي الغنام ونقري ونعلموك وديري الرعي في ذلك الجزر باش ما يكترش فيهم لكل أحشاب هذا وانتي تستفدي وتستفد البيئة ويستفد المجتمع ويستفد كل شي بنت غامرات وقالت إياه ومن بعد عام جاو وشو دير ربورتاج معها كتشوفها فرحانة كتشوفها فرحانة كتجي مرة في الشهر بالبطو للقارة لأنها في جزيرة يوصل لبحر وتجي وتقدى وتسارى وناس فرحاني بيها كيشوفوا الفروماج ديالها وكيشوفوا إيش ها من قرية عندنا دابة خاوية 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 فيها الجبل ديالها والأراضي الفلاحية ديالها وفيها وفيها خاوية مهجورة دار شي واحد شي برنامج دار بالخصوص للشباب شي برنامج رالي كي يرفع من همة المجتمع هم الأخلاق وحب الأخلاق وحب الإنسان وإلى هاد القنب هادي حفاث والله يسترد قطعات باش عدنا البديل باش عدنا باش نشتغلو والله غنعيته على أمريكا ونعيته على أوروبا ولغنعيته على إيش هاد المسألة للتغيير مسألة عندها علاقة بالحب طالب الحب عندها مسألة بطالب الاعتراف بالمرأة وعندها مسألة بطالب المعرفة طالب المعرفة والعين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة